اكد البيان المشترك الذي صدر بمناسبة زيارة الرئيس المصري إلى مملكة البحرين تضامن البحرين الكامل مع جمهورية مصر العربية الشقيقة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها نعم كما أكد البيان دعم مملكة البحرين الكامل للأمن المائي المصري باعتباره جزء لا يتجزأ من الأمن المائي العربي تمتاز العلاقات البحرينية المصرية بروابطها الوثيقة والتحامها الكامل على الصعيد الأمني والاستراتيجي وهو الأمر الذي تجسد عبر تاريخ تلك العلاقات عبر جملة من المواقف والشواهد التي تؤكد دائما على أن أمن البلدين أمن واحد لا ينفصل وهي سياسة ثابتة لا تبدلها الظروف بل ترسخها التحديات بكل أشكالها كانت ولا تزال المواقف البحرينية ترفض أي تهديد يشكل خطرا على الأمن القومي المصري باعتباره جزءا من الأمن القومي العربي ودائما ما تتجدد هذه المواقف خلال الزيارات المتبادلة بين قيادتي ومسؤولية البلدين وخلال الزيارة الأخيرة التي أجراها فخامة الرئيس المصري ولقاءه بعاهل البلاد المعظم أيده الله صدر بيان مشترك بين البلدين أكد فيه الجانب البحريني عن تضامنه الكامل مع جمهورية مصر في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها القومي وخلال هذه الزيارة أعرب جلالة الملك المعظم عن دعم مملكة البحرين الكامل للأمن المائي المصري باعتباره جزءا لا يتجزأ من الأمن المائي العربي حيث تعتمد الجمهورية المصرية على مواردها المائية من نهر النيل في تنمية مختلف القطاعات الحيوية وضمان استدامة الأمن الغذائي فهو شريان الحياة بالنسبة للمصريين ومصدر رزق رئيس لهم وهما يعطي الدولة المصرية الحق في الدفاع عن مصالحها في مواجهة أي قرارات أحادية تستهدف حصة مصر المائية في نهر النيل وفي ظل ذلك تواصل البحرين تجديد موقفها الداعم لجهود التفاهمات المبنية على القانون الدولي وتضامنها في ذات الوقت مع مصر في كل ما يحفظ حقوقها في تأكيد واضح على أن أمن مصر ركيزة أساسية من ركائز الأمن القومي العربي